نعم أستاذ باسل كيف سيؤثر هذه الهجمات كيف ستؤثر اليوم على واقع الاقتصاد العراقي ما هي رؤيتك كمحل السياسي هذه الهجمات وهذه الأساليب وهذه الجهاكات ليس فقط على واقع الاقتصاد العراق سوف تؤثر على العراق على جميع الأصعدة وجميع الجوانب كل مفاصل العراق اللي يحتاجها حتى خارجيا سوف تؤثر على العراق لكون بأنه اليوم عندما يتم القصف في داخل أراضي العراقية من دون أي دولة وهذا القصف يتكرر بين الحينة والأخرى من هذه الدولة وتلك الدولة فتلك الدول هل سوف ننقل من خلالها رسالة أطمئنان إليهم؟ لا لا ننقل رسالة أطمئنان سوف ننقل رسالة بأن العراق ساحة صراعات وساحة تصفير حسابات وليس أرض مهيئة وآمنة بأن نأتي للعراق أو يكون لك نوع ما من الاقتصاد جانب آخر الجانب الأمريكي هل سوف يوقف بأنه متفرج تجاه ما يحدث؟ لا الجانب الأمريكي لديه الإمكانيات أن يتحكم باقتصاد العراق لديه الإمكانيات أن يتحكم بالكثير من الملفات التي تخص العراق وهو بأحوج الضوف إليها العراق سوف نرى يتخذ إجراءات كثيرة المسألة الأخرى بصراحة بهذا القصف لم نرى أي دولة من الدول العربية قد صرحت وحدثت اتجاه هذه المسألة لكون الدول العربية نفسها تلاحظ بأن بمثل هذه السياسات التي تحدث في داخل العراق بعض الأطراف هم مقتنعين وهم قابلين لكونهم قريبين من الجانب الإيراني ولديهم علاقات فلا يتدخلوا بهذه المسائل لكن سيدة العزيزة بالله عليك السؤال لو كان هذا ما حدث في أقليم كردستان لم يحدث من الجانب الإيراني حدث مثلا من المملكة العربية السعودية ألم نرى كل القوى السياسية واخص بالذكر القوى السياسية القريبة من الفصائل المسلحة سوف تقلب الدنيا بتصريحاتها بخطاباتها بكل هذه المسميات وإن قارننا بصراحة موقف المملكة العربية السعودية وموقف إيران إيران يجيب وذب علينا بالصواريخ بداخل العراق وولد الخائبة هم اللي موتون بها يستشهدون السعودية نراحض بين الحينة والأخرى هذا كان من خادم الحرمين ومن ولي العهد يقول دراعينا مفتوحة للعراق ونحن مستعدين أن نقدم كل المساعدات وكل المشاريع وإلى آخرين للعراق من أجل أن ينهض العراق فهناك اختلاف بين هذه الدولة وتلك الدولة ليش هذه القوى السياسية اللي لديها فصائل ومليشيات ما تتحدث عن إنجازات والتقارب السعودي وما تريد أن تحققه السعودية في داخل العراق من أجل الموارد ترجمة نانسي قنقر